اشتركوا في القناة اللي كتعيشها الساكينة بسبب يعني الوفد الكبير اللي كنشوفوه ديال الجميع تلاوين ديال العسكرة اللي كتعيشها اقليم حسيمة الحسيمة مليئة بالامن الوطني وبالعسكرة الى غير ذلك في جميع الاماكن وكتتمشي باش تعتقل يعني النشطاء في اوقات الليل اوقات الباكرة مع الخمسة الصباح ولا يعني بدون سابق يعني ديال الاستدعاء وبدون اخبار العائلات يعني فاش كيعتقلوهم ما كيخبروهمش بالنسبة ما زال الحسيمة ما زال كتقوم بالتظاهرات بالوقفات احتجاجية وبمسيرات تنديدا كتنديد لجميع هذه الاجراءات يعني ديال الامن اللي كتعاني منها الحسيمة بالنسبة الحسيمة يعني خرجت في تظاهرات سلمية منذ سبعة اشهر منذ سبعة اشهر كتخرج تظاهرات سلمية من اجل المطالبة بحقوق بحقوق اجتماعية واقتصادية والتي نص عليها الملف المطلبي اهم يعني الاول مطلب كان هو تحقيق النازيه في ملف طحن الشهيد محسن فكري ولحد الان يعني ما زال ما عرفناش يعني يعني هذه التحقيقات ما زال ما بنش بقات مبهمة ومن بين مطالب اخرى يعني الاساسية وهي الصحة والتعليم العمومي وتشغيل لماذا لان الاقليم كيعاني متهميش اكثر من ستين سنة على الاقل كيعاني متهميش يعني ما كينش لمعامل لمصانع لشركة فين يخدموه كين البطالة بكثرة كين الهجرة الهجرة بكثرة كين الانتحارات وحتى المطلب اخر ديال مهم جدا وهو يعني المستشفى ديال السرطان تهوى لماذا لان الاقليم كيعاني بزاف من هاد الضحايا الوفيات من هاد المرض هذا الخطير وبدل يعني ما كنت استنوح حنايا كنت استنوح يعني من الحكومة او من مسؤولين بصفة عامة لاستجابة لهذه المطالب كنت فجأوا حنايا كنت فجأوا كساكينة بهذا كيعني الاجراء ديال الوزارة الداخلية ديال الام ديال العساكر ديال يعني ما فهمناش علاش هاد يعني هاد الهجوم ديال العسكر هادا وهذا اللي كيسبب يعني كما قلت سابقان بوحد الحالة النفسية كتعيش هاد ساكينة بوحد يعني حالة عصيبة نفسية يمكن يؤدي بمراض نفسي نفساني تطبيب نفساني را ما عندناش في حسيمة تطبيب باش نداوي ويعني ريوصنا را ما كينش عندنا نايا كنت طالبوا حتب الطبيب نفساني في الحسيمة را ما عندناش يعني كانت مطالب يعني مشروعة وكانت فجأوا ايضا كانت فجأوا بوحد اجراء اخر ثاني وهو الاتهامات الخطيرة التي يعني كانت فجأوا بالاتهامات الخطيرة التي توجهها اغلبية الاحزاب السياسية التي تشكس الحكومة من بينها التمويل ويعني الفتنة والتخريب والانفصالية وهذه الاتهامات الخطيرة ما عرفناش علاش هذه الاتهامات خطيرة بدون ادلة وبدون بينا اذا كانت الاتهامات بدون ادلة تعتبر اتهامات واهية واهية زائفة في حق ساكنة الحسيمة وما زل سنطلبون ان شاء الله برد الاعتبار للساكنة في هذا الشأن هذا يعني لأساسي لأساسي أنه بدل من يعني بدل من ركزوا على المطالب دينا دابا كان ركزوا على المطلب أساسي الأول وهو اطلاق صراح جميع المعتقالين السياسيين مدم أنهم أبرياء ذنبهم الوحيد هو انهم خرجوا بالمطالبة بالحقوق ديالهم مشروعا باش يخدموا صفي وهذا باختصار يعني بعجالة بدون من يعني بدون من كتر كان مطلب آخر أساسي كان في الميل في مطلبي وهو رفع ظاهير العسكرة رفع ظاهير العسكرة بدل ما يتم رفع ظاهير العسكرة كان لاحظوا بأنه تم تنفيذ ديالونيا يعني يجيب رفع هالظاهير بظاهير آخر لإلغاء هذا الظاهير وبالنسبة يعني هذا كخلاصة بالنسبة للتساؤلات يعني بالنسبة لي كان ناشطة في الحراك الندد وكان ستنكر يعني هذا الهجوم على النشطة ديالنا وعلى الاعتقالات ديالهم وعلى هالتصرفات رغم أننا يعني رغم أن السكينة خرجت نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا بالسلمية شعارنا الوحيد وهو السلمية السلمية لحجراء لجنوية هذا أول شعار ديالنا يعني في هذا وكلجنة يعني مؤقتة هنا يا اللجنة مؤقتة فقط من أجل الدعم دعم المعتقالين وذويهم هذا هو الهدف ديالهم هو الدعم يعني المعنوي ولما لا تلمد إلى سهمنا جامعا من أجل يعني المساندة ديال العائلات ديال المعتقلين والمعتقلين أيضا والسؤال ديالي يعني المطروح لكم كمبادرة وكحقوقيين وكمناظرين وكمحاميين اللي جيتوا عندنا مرحبا بكم ما هو الدور ديالكم معنا وما هي يعني ما هو البرنامج المسطر من أجل دفاع أيضا عن هذا يعني الساكنة ديالنا ومن أجل مساعدتنا وشكرا وتحية للجميع